سابقة بلقيس دار من موريتانيا وتقرأ برواية قالون عن نافع ترجمة نانسي قنقر السؤال الرابع يقرأ من قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء إن فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ولموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب حسبك سؤال الخامس والأخير وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وعرفا بين أن يحملها وأشفقن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ولوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور حسبك حسنتي بارك صدق الله العظيم